ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله بصفته المتهم الرئيسي في هذا الملف ووسيطها الطالب السابق وهما في حالة اعتقال بالسجن المحلي بستات وحسب المعطيات المتوفرة فقد وصل عدد الطلباء الذين مارسوا التحايل والخداع بشراء بحوث نهاية الدراسة في هذه القضية إلى ما يقارب 558 طالبا وطالبة من ضمنهما 46 طالبا قاموا بإداع وتحويل مبالغ مالية لفائدة أحد المشتبه فيهما وهو طالب سابق ووسيط حيث تراوحت المبالغ ما بين 100 درهم و 1500 درهم وحسب مصادر جريدة اليوم 24 الإلكترونية فإن هؤلاء الطلبا قاموا بتحويلات مالية لفائدة الوسيط بحسابه البنكي بالقرض العقاري أو عبر مؤسسة تحويل الأموال مثل كاش بلوس ووفا كاش واضفت المصادر نفسها بأن عملية تحويل الأموال نهزت 182 عملية وتراوحت ما بين 100 درهم و 1500 درهم